الأوبريتور اللي بعده معنا اسمه Safe Navigation Operator بتاع الفيديو اللي فات مع عائبة null collacing operator خدناها برضو في فيديوهات بتاعة المبتدئين بتاعة C-Short نروح نشوف ازاي نستخدم الأوبريتور ده مع الأوبريتور ده عندي كلاس هنا اسمها person فيها property واحد اسمها name و function بتجيت الفول name حلو كده هروح اكريات instance جديدة سميها person وهنعمل ايه هنحطها بنل زي ما احنا عارفين الانشن ايزيشن بتاعنا ما اكملش فرح اقوله بقى string result هضطي لي الريزولت الراجعة من ال person.name هيعمل ايه هيدي error زي ما احنا جربنا ايه الفيديو اللي فات عشان موضوع النال ده نقدر نحلها ازاي ان احنا نحط كل ده شوفنا الفيديو اللي فات بس هنخلي دي ايه النالب من string كده ايه المشكلة تحل احسن من كده بقى ان احنا ممكن نبني على الطريقة دي ونروح نقول له والله لو لقيت الدايتا فاضية حطي لي قيمة فاقول له مثلا ايه unknown هعملها ازاي بقى من غير if ويلسو الكلام ده اتنين علامة استمام جمعه بعض null coalescent operator اروح اقول له وحطي لي هنا الname unknown فهيطلع في الريزالت هنا unknown في حالة ان الperson دوت الانستنس ده بنال او هو مش لاقي الفاليو حلوة جدا صح ممكن بقى تحط مثلا حاجة معبرة اكتر تقول له مثلا ايه instance not initialized اعتقد initialized دي كده مضبطة initialized بس هنا مفيش قوي اعتقد تمام تيجي تران كده فيطلع لك ايه instance not initialized جميل طب انا لو عرفت له الperson دوت اتعالوا هنا ان سيب دي زي ما هي ونعرف له الperson equal new person not initialized الproperty لستة فاضية طب انا عايز ادي له الproperty دي بقى اقول له person dot name equal a محمد وتيجي نرن هيطلع ايه محمد من غير ما احنا مظاير اي حاجة لان خلاص الproperty بقى فيها value فايفن اف ان هي null او initialized بس مش الproperty معمول لها الproperty نفسها initialized هو هيطلع لك ان الانستنس not initialized ممكن بقى نغيرها بقى الproperty او كده يعني هنسبها كده دي الوقت انت فهمت الفكرة خلاص جميل طيب ممكن نروح لبعد كده كمان اروح اقول له int ال name اللي عندنا ده length equal person question mark والله ده خطير جدا dot name مظبوط question mark dot length وحطي لي ايه على امتين استفحان حطي لي زير لو ملقيتش data كأنه بتقول له if لقيت في data هاتلي length بتاعه The اسم اللي عندنا دوت مافيش ده ده حطيلي سفد تعالوا كده ايه هنطلع name length buds 0 لاننا موقف الجزئية الخاصة دي initialization وشغلتها كده محمد ده كام او لا سيبها معçons كده ستطلع لنا عدد الاحروف متى conhecer voltar antes تمام وطبع لك مضبوط طب لو وقفتها هتلاقي ايه على طول راح حاجة ايه في منتها الشيك من غير ما انت ايه تتكلم ولا تدود اي حاجة راحقلك لا ده بصفر والله من غير ما يطلع لك اي مشاكل ده ايه اتنين اوبريتورز قدرنا انا عارف طبعا السانتكس ممكن يبقى معقد لو انت جاي تقرأ الكلام ده ايه جديد كده او مش عارف بوجود ال اوبريتورز ديت بس ايه المفروض نحاول نرمليز الموضوع ويبقى ايه ال اوبريتورز دي التعامل اللي معاها ايه بشكل سهل او سالسي ايه طيب تعالوا نستخدم بقى ايه الفونكشن اللي احنا ايه عندنا اللي احنا مكريتين هتعالوا نقول له الفول نيم سترينج الفول نيم equal ال person اللي عندنا question mark خلاص تتعلمنا ان احنا مشان اكسس اوبريتورز اللي بطريقة ديت get full name get full name عندنا والله فيه data تعالوا نجرب full name طمعا فيه احمد موحد او اي اسم انت حط ممكن برضو تروح مع الفونكشن مش مع البروبرتز زي ما شوفنا الفيديو اللي فات نقول له 2 question mark كده ونطلع له ايه اللي احنا عايزينه نقول له ايه instance not initialized تمام 5 واحد واحد بس كده بس احنا عندنا ايه ال object initialized بعيد فمش هيطلع علينا المشكلة دي فمش محتاج لنباس still عارفنا ان هي ايه بتشتغل مع ال functions وكن اقول له ايه return null نجي نران كده قال لك ايه instance not initialized 5 واحد 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 بس مش هنطول اكتر من كده 2 operators مع بعض بيطلعوا result هيلة جدا وقال لنا coding بتاعنا بشكل كبير جدا فاكده وشوفكم في ايه operators قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة